بتفاصيلها بتأكيد لنتعرف إياكم على أهميتها وعلى محاورها ولربما خالد مدى النقل التي ستحدث على مستوى الجامعة الحكومية الجامعة الوطنية جامعة فلسطين التقنية خضوري وعلى مستوى الوطن أيضا بتأكيد هذه الفعاليات تترافق في ظل زخم من الفعاليات مستمر وأنشطة ومشاركات وتمثيل ومش فقط تمثيله فقط وهيك لا في يعني جوائز تحوز عليها الجامعة فإلى هذا نستقبل وإياكم في الستوديو برنامج طالة فجر الأستاذ أحمد عمار مساعد رئيس الجامعة للعلاقات العامة والمجتمعية وساعد صباحا حبيبي ساعد صباحا أهلا وسهلا بك أهلا بكم جميعا يعني لست بضيف كما نقول أنت أحد الركاز الأساسية في عبر الشاشة وعبر الأثير وحللتم أهلا دائما وأبدا أستاذ أحمد نتحدث عن اليوم حافل بصراحة بالنسبة لجامعة فلسطين التقنية خضوري وطول كرم على مستوى المحافظة ولربما لديكم الكثير من الأمور التي سنتحدث عنها ما بين الحديث عن المؤتمر ماهيته ومحاوره أيضا إضافة إلى الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مرورا على أمور أخرى سنتحدث عنها في اللحظة القادمة أولا شكرا لكم على هذه العضوية الجديدة أهلا وسهلا وقبل الحديث اسمحوا لي أنتم السامعين والمشاهدين جميعا أن نترحم على شهداء مسيرة العودة في غزة وأن نتمنى الشفاء العجل للجرحى البواسل وتغمدهم الله جميعا في رحمته خدوري حقيقة في هذه الأشهر المتبقية من انتهاء العام الدراسي هناك زخم غير مسبوك من الأنشطة والفعاليات نعم وفي ذروتها شهر أربعة شهر أربعة نحن اليوم اليوم ومكرة في عنا مؤتمر الهندسة في ثماني الشهر عنا ملتقى الرياضيات في آخر الشهر عنا مؤتمر المرأة في نهاية ستة عنا مؤتمر البيئة اللي بتعاون مع المحافظة والقدس المفتوحة في شهر ثماني هي كمة المؤتمرات أكبر مؤتمر دولي تستضيفه فلسطين في جامعة فلسطين التقنية خدوري اللي هو الاتجاهات الحديثة في الفيزياء وفي الرياضيات الذي يضم كبار علماء الفيزياء ورياضيات لنركز على أحداث اليوم اليوم خدوري تعج بالأنشطة فعاليات نعم يعني وتسارع الأنشطة هذا مهم جدا الذي تشهده خدوري إذا ما قيس بالجامعة الثانية فستجدون أن السبق هو لخدوري زخم هائل جدا من الفعاليات المتنوعة اليوم هناك مؤتمر الهندسة وسيليه توقيع وأعتماد الخطة المكانية أو الماستر بلان وهناك توقيع اتفاقية الطاقة مع بلدية طول كريم هذه ثلاث محطات مهمة يعني احنا حبينا أن نكون فيهم الثلاثة بوجود ثلة من الغزراء الضيوف وثلة من ضيوف علماء فلسطين في المهجرة الذين سيحضرون إلى المؤتمر مؤتمر الهندسي هو المؤتمر الثالث للهندس والإبتكار لمشاريع الطلبة الخرجين وهذا هو المؤتمر الثالث على التوالي في كل سنة نعقده وجاءت فكرته أساسا بسبب النجاحات التي حققها المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني ويهتف أساسا هذا المؤتمر وأي مؤتمر في الجامعة أولا تعزيز منظومة البحث العلمي وثانيا نحن نركز في خضوري على مسألة الانكشاف والمقصود في الانكشاف إما أن نوفد أهالي خضوري من طلبة وأساتذة وإداريين وأكاديميين يطلعوا على تجارب العالم أو نحضر لهم نماذج من العالم إلى خضوري ليتعرفوا ويصبح هناك جسور من المعرفة وأيضا نريد أن نربط علماء خضوري مع علماء الخارج ونريد أن نفتح فرصة حقيقة لطلبة خضوري في الهندساء الخرجين من خلال عرض مشاريعهم القابلة للاستثمار مع طريق ربطهم بالقطع الخاص وهذه فكرة ذكية لأن في خضوري تحديدا فكرة الأستاذ دكتور مروان عمرتاني أنه ليس بالضرورة أن يتخرج الطالب ليكون موظفا الآن أنتم جميع تعلمون مقدار البطالة تحديدا في صفوف المتعلمين ليس في صفوف صناعية وبالتالي كانت الأفكار جاءت لتكون خارج الصندوق المتاح بصراحة أو المتداول يعني فلسطينيا من الناحية الأفكار والربما أستاذ أحمد شهدنا نحن من خلال بالتأكيد اتصالنا وتواصلنا مع جامعة فلسطين التقنية خضوري أن هناك طلاب أثبتوا بجدارة ربما نجاعة مشاريعهم وأبحاثهم بالإضافة إلى المنحة أو ربما التبادل الذي يقضيه طلاب جامعة فلسطين التقنية خضوري في مختلف دول العالم بدءا من أمريكا ووصولا إلى دول العالم العربي الآخر نعم ومرورا بتركيا ومالشستر في بريطانيا وجميع هذه المناطق التي نحن أفدنا طلاب هناك فالفكرة الأساسية أشكرك جدا على هذا التنوية فالفكرة الأساسية لماذا لا يكون الطالب أساسا هو بتقديم مشروع استثماري يستفيد منه على العكس وسيكون بتشغيل زملائه الخرجين نعم فجاءت هذه الفكرة فاليوم المؤتمر سيكون على عدة أشكال ليس الطريقة الكلاسيكية القديمة عبارة عن مجموعة من الجلسات وخلصة الجلسات وانتهى المؤتمر بالتوصيات وانتهى المؤتمر على العكس تماما المؤتمر اليوم فيه تنوع وهذا يضيف لمسة فريدة له التنوع كما يلي في الجلسة الأولى هي جلسة اسمها حوكمة السياسات في العام الماضي إخواني استضفنا كل رؤساء الجامعات الفلسطينية اللي في عندهم كليات هندسة تعالوا إحنا كجامعات شو بنا نعمل بتخصص الهندسة نعم الساني الموضوع آخر كانت جلسة الحوكمة اللي هي تضم الوزراء ذات العلاقة بموضوع الهندسة فسيكون في هذه الجلسة الدكتور مروان عورتانيك رئيس للجامعة وصاحب لهذه الفكرة سيكون هناك معالي وزير التربية معالي وزير المواصلات معالي وزير الاتصالات من الكطاع الخاص عمار العاكي الرئيس مجلس الإدارة بالتيل نقيب المهندسين مخرج هذه الجلسة نحن كسانعين سياسات لها علاقة في الهندسة سواء النظرية أو الهندسة بكرا لما يتخرجوا بدون يشتغل ماذا ستقولون؟ يعني وضع خطوط واضحة عريضة لتخصصات الهندسة في السوق الفلسطين على وجه التحديد ومستقبلها نعم اخترتم قطاعات مختلفة بصراحة ربما أكثر ملامسة للقطاع الهندسي ومثل ما منحكي يعني حطينا يدنا على الجروح أنه وين رايحين بالنسبة للطلبي طب أشارت في بداية الحديث وواحد من الأهداف هو مد الجسور خلال هذا اليوم كيف الطالب يعني إضافة إلى ما سيعرضه من مشروع تخرج وأنه شو فكرته وإلى ما ذلك كيف ممكن بصورة أو بأخرى أنه بالفعل يشبك مع الضيوف الأعزاء مع العلماء مع الجهات الرسمية مع القطاع الخاص لأنه أنا موجود وبيدي أستثمر في مشروعي حتى يقدم خدمي لمجتمعي مد الجسور للتوضيح هو يحمل أكثر من معنا أولاً والهدف الرئيس للطالب الطالب يريد أن يقوم بعملية تسويق ماركتينج لمشروعه وهذا المشروع يعني بدل عليه الجهد الكبير وهو يرى أن هذا المشروع قابل للتطبيق والاستثمار يصبح هذا المشروع يدر عليه ربحاً لهذا دعونا إلى هذا المؤتمر ليس فقط الذين لهم على عقاب الهندسة وإنما دعونا القطاع الخاص والغرفة التجارية والبزنس وهذا القطاع كل ياته بجوز أثناء الجولة وأثناء العروض تلمع فكرة عند صاحب بزنس أو صاحب شركة بأنه يأنشن على هذا المشروع على أساس أنه يربط مع الطالب مد الجسور أيضاً الضيوف اللي جايين من بره يعني أنت عندك من بريطانيا وعندنا من أمريكا من كندا مونتريال صبحي كحاوش اللي هو فلسطيني مغترب أحد علماء الاستدامة في العمارة موجود معنا اليوم هذه الفرص في كل مرة من المرات إخواني لما كنا نجيب ضيوف كنا ندبر منح ماجستير ندبر منح بحثية لطلابنا تم التشبيك مباناً هذا هو التشبيك كيف يتم التشبيك ولأنه البرنامج ليس فقط علمي بحث إنما فيه هناك جولات مسائية وفيه هناك استضافات لهؤلاء الضيوف فيه هناك تحارف فيه تلاقع فالمحطة الأخرى الثانية غير سياسات المؤتمر الثاني كان فيه توصية مهمة إنه ليش ما اعترضونا تجارب نساء رياديات في الهندسة في المؤتمر الثالث كنا حاضر ففيه هناك نلبي نلبي ولبينا فاخترنا مجموعة من النساء الرياديات التي الألواتي وضعنا بصمة واضحة في مجال الهندسة ومنهم إيغوانا رتشارد كضيفة عالمية ومحلياً استضافنا من القطاع العام والقطاع الخاص والمجيؤوز هذا المحور الثاني المحور الثالث سيكون هناك معرض في بهو المكتب وأتمنى أن تأتوا لتروه معروض في الأجهزة التي هي الأجهزة التي قام بتصميمها أو اختراعها الطلبة هل طلبت خضوري؟ كلا وإنما كل مؤسسات التعليم العالي بكل كليات الهندسة في مؤسسات التعليم العالي كانت شاركت في هذا المعرض وسيتم التنافس ليس إنك أنت حطت المنتوج تبعك فهو الأفضل فهناك لجانة تحكيم من كبار عمداء وأساتذات وبروفيسورية الهندسة الموجودين في علامات الوطن سيقومون بتحكيم هذه المشاريع وسيتم منح جوائز مادية قيمة للمشاريع إذن الفرص متاحة للجميع لكل المشاركة وبالإضافة إلى أن هذه ربما أبرز المحاور التي سيرتكز عليها المؤتمر ونرجع إلى نقطة التشبيك من نتاج وثمار عمليات التشبيك التي تقوم بها جامعة فلسطين التقنية خضوري ممثلة برئاستها وأيضا الهيئة الأكاديمية ربما هي توقيع اتفاقيات وهذا نحن دائما نقول أمور تقاس بنتائجها وربما هي نتيجة أيضا مرضية بالنسبة للجامعة كونها تحقق شيء على أرض الواقع وللأطراف الأخرى الشريكة واليوم سيتم توقيع اتفاقية لو نتحدث عنها قليلا شكرا لك من خلال المؤتمر اتفاقيات أكاديمية لن يكون الاتفاقية التي نتحدث عنها هي اتفاقية من نوع آخر اتفاقية الطاقة مع البلدية لكن اسمحي لي بأقل من نصف دقيقة المؤتمر هو لمدة يومين هذا هو اليوم الأول نتحدث عنه اليوم الثاني هو عبارة عن عرض أوراق علمية لكبار علماء فلسطينيين ومن المعجر سواء في الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية أو في العمارة الخضراء هذا الشيء الجديد نعم اتفاقية توقيع الطاقة احنا في طول كريم لدينا مشكلة عويصة خلينا أقول بالفلاحة صحيح في كل صيف يعني نبكة مش ننتظر بالحم ننتظر بالقطاع الكهربائي جميلة عن جد يعني وتحديدا في المدينة في طول كريم فجامعة فلسطين التقنية خضوري أولا كجامعة تقنية وجامعة ريادية وجامعة الدولة يفترض أن تقدم حلا وحلا ذكيا ليس حلا تقليديا فعلى مدار السنوات الأربع السابقة حاول الدكتور مروان أنه بأكثر من مرة لكن لا جدوى فطلعنا بفكرة مايلي نحن نريد أن نستخدم الطاقة الشمسية البديلة وفعلا بادرنا بهذا المشروع وهذا المشروع هو من حيث البعد الوطني نحن ننتج لا نستهلك فقط من شركة الكهربائي الإسرائيلية من ناحية بيئي نحن نستخدم طاقة نظيفة من ناحية مالية نحن نوفر على الجامعة المبالغة الطائلة وأنا أطمئنكم وأطمئن المستمعين نحن دراستنا بتقول بعد أربع سنوات سنسترد رأس المال والباقي هو صافي ربح ونؤمن هذا أهم شيء حاجة الطالب وحاجة المشغل وحاجة المختبر وحاجة القاعة وحاجة الأجهزة من التاقة الكهربائية بدون إنقطاع فنحن ننظر إلى تعليم مستمر بدون أي خلل ربما في منفع متبادلة ما بينكم بين البلدية بتصفير الفاتورة مثلا 100% والآن دعيني أوضح لماذا البلدية البلدية بحكم سلطة الطاقة وقوانين سلطة الطاقة إذا بدك تكون سواء كطاع خاص كفرد أو كجامعة بدك تشبك على الشبكة الأساسية يفترض أن يكون الطرف الآخر المسؤول وتوكم على اتفاقي هو البلدية فإحنا تفهمنا نحن والبلدية ونحن بدأنا بالمشروع للعلم وهذه بشرة لكن بدأنا بـ 50% من طاقة المشروع نحن 520 كيلو وحاجة الجامعة الحالية قمنا بتركيب خلايا شمسية على ثلاث مباني حققت 50% والـ 50% على مباني تاني مبنيين إن شاء الله في المرحلة القادمة نحن نتأمل أن يكون في هناك توفير الطاقة على مستوى محافظة طول كريم لأنها هي منتفعة اتخيل أن كل الضغط اللي كانت تتلقى الشبكة بسبب حاجة خضوري حاجة خضوري نبي حالها من حالها صار هات كلية وإكسترابون إسلامين سواء للبلد راح تتطور وكذلك أيضا الجامعة بالأموال وتصفير الفاتورة اللي بنحكي عنه راح يعطي مساحات أكثر للتطور وهذا بالتأكيد أستاذ أحمد يأتي فينا بالسياق لاستقلال المخطط المكاني والرؤية المستقبلية لجامعة فلسطين التقنية خضوري شو الماستر بلان ما هو الماستر بلان بس بموضوع الطاقة في إشي حلو إحنا هلكد مش بس كريمين عن جد ملاح كثير إذا توفر إذا توفر فائد عن الطاقة نعطيه للبلدية وهناك عداد يسجل كديش إحنا عطينا للبلدية وإذا ما أحتجنا نحن وإذا ما أحتجنا نحن في هناك عداد وارد بكون الحساب بآخر العام ما لينا وما علينا وإذا طلع إحنا بدنا فهول البلدية بس حلو أستاذ أحمد أنه يكون في يعني هلأ إحنا دايما دايما صاحب ندفع للبلدية عشان نأخذ الكهرباء بس كمان حلو تنعكس الآية يعني أنه أنتو تشعروا بالعطاء كمان لبلديات طول كرم أو لطول كرم بشكل عام وهذا دور تنموي نحن نؤمن به تجاه المجتمع نعم وكل الاحترام بتأكيد الماستر بلان الماستر بلان هو باللغة العربية المخطط المكاني لو بدأ أجي يعني شوي أعرفه بقول هو تصور لإدارة الجامعة عن واقع الجامعة الحالي والمستقبلي بس أنا بدأ أعطي شوي أرقام الأرقام بتقول إنه مبارح كانت خضوري كلية الآن الخضوري جامعة 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 فيها بكالوريس وجامعة فيها ماجستير وذا ما تابعتم الأخبار دكتور ماروان عورتاني مع جامعة الكدس مع جامعة الكدس وعجامعة الجامعة النجاح وقعوا اتفاقية برنامج ماجستير جديد ولدينا ماجستير قائم وماجستير الإدارة العامة على الطريق. فإن كانت جامعة تتمدد. الآن سبع تلاف مئة طالب في الالفين وثمانتاش. في الالفين وثلاثين رايحين يكونوا اثنين وعشرين ألف. اثنين وعشرين ألف بتوسع تخصصاتهم ومختبراتهم ومشاغلهم وحياتهم الطلابية والملاعب والكافيتيريا. هذا يريد يعني بحاجة إلى تصور وتصور مخطط. فإحنا رحنا اتفقنا مع المكاتب الهندسية الكبرى بأنه بدنا نعمل مخطط مكاني للجامعة. لأنه حتى جامعة فلسطين تقنية خضوريها أحوج الجامعة المخطط المكاني لأنه فيها إشكال حقيقة. صحيح. يعني مقدار الشردة من الموجودة في الحرم نفسه أنت بحاجة أنك تلملمه وتقول أنت وان رايح فيه. ففي هناك دولمات لجامعة النجاح أكثر من ثانو ثمانين دولم. ما زال فيه ستة شرد دولم موجودة للزراعة. نعم. وزال فيه ثلاثة وعشرين دولم لمرمر رماي اللي هو حقل الرماي الصهيوني. ما زال هناك جزء تحت سلطة الطاقة للسمة العطيش. فيه هناك مدرسة الصناعة القائمة أيضا على حرم خضوري. أنت بحاجة أنك تلتح حرم خضوري وصور خضوري وبوابة خضوري. صحيح. هذا الكلام ليس نظرياً وإنما عن طريق الماستر بلان. والماستر بلان الخطة المكانية راعة تطور القد دراقي وشافت شيء هي المعايير العالمية للخطة المكانية. يعني ما جينا من عقولنا فقط نعمل خطة مكانية. جينا كلنا شيء المعايير الدولية والمحلية لأفضل خطة مكانية. فالمخطط المكاني راعة أن يكون هناك بوابات واسعة ومباني مريحة وحياة طلابية هذا أهم. وأيضا بيئة خضراء. لأننا لم نتخلى عن الهوية الخضراء خضوري زراعة. منذ ناشئة بال1930 خضوري زراعة. راعة أيضا أن يكون هناك مواقف للسيارات يعني أن يكون هناك ممر للمشارع. يعني البيئة الطلابية التي يجب أن تكون. يجب أن يكون البيئة الطلابية المثالية. يجب أن يكون البيئة الطلابية المثلة المرائمة. طب إلا بس هنا استفسار يعني أستاذ أحمد إلى أي مدى بصراحة سيتم لملمة أو تحديد حدود جامعة خضوري ليس فقط بمخططات وإنما على أرض الواقع. ربما يعني باستحقاقات. في رقم ماضح بالضبط يعني إضافة ما بعد هذا المخطط لكم عدد الدنومات مساحة للجامعة بات واضح لديكم؟ يعني هو سؤال مهم وخطير شوي. بس يعني من كل بد التوقل على الله ما يعني. نحن بدأنا يعني بجوز من أول ما أجل دكتور مروان. وهو يحاول وقعنا اتفاقي مع الزراع وقعنا اتفاقي مع الطاقة. هناك وعود واضحة من دولة رئيس الوزراء بوجود حل خلاك بموضوع قليل الزراع في جامعة النجاح. موضوع حق للرماية سواء تواصلنا مع الارتباط العسكري أو الارتباط المدني لأنه هذا حق طبيعي. حرم جامعة مشارهم. ونحن نتحدث عن مساحة كبيرة بصراحة النأر. نحن نأمل أنه في هناك 370 دولار هو على أرض خاضوري التاريخية هي لصالح مصالح خضوري في طول كريم. لصالح خضوري في طول كريم. الخطة المكانية نأمل أنه تحتوي على أو ستحتوي هل ستكون بهذه الصور التي نشاهدها في هذه اللحظات ربما عن جد بتجنن حاسي حالي في هيك يعني صوربون أو جميل صوربون طول كريم برضو بالضبط لكن بصراحة إذا أنا على يقين ومثل ما بنقول على اعتقاد ربما هذا أكثر لسه من اليقين أن خضوري إن شاء الله ستكون أجمل وأرقى وأكثر رقيا وحضارة من خلال العقول النيرة التي تسعى وتبذل مجهودا كبيرا من أجل أن تتطور أن تتوسع أن تأخذ مستحقاتها أيضا لتكون بالفعل تحافظ على مسماها وعلى لقبها جامعة الوطن والجامعة الحكومية والجامعة لكل الفلسطيني لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتال نركز بشكل كبير جدا على ضرورة أي يستقطب ويكون هنا في هذه الجامعة العريقة بالإضافة إلى مختلف محافظات هذا الوطن ربما غزة هاشم ستكون جزء من هذه الجامعة يعني إذا سمحت لي بس فقط بدي أقول أن الخطة المكانية راعة أنه بدي يكون فينا الحديقة التكنولوجية في طول كريم راح يكون في مدينة رياضية ولما أنا أقول مدينة رياضية المنتفى ليس فقط الطالب وإنما أيضا المجتمع المحلي وإنما أيضا المستثمرين راح يكون فيه هناك توسع لكل المباني في الكليات كل مبنى فيه كليتين أو ثلاثة سيكون فيه هناك كل تخصص له مبنى كالية كاملة الحياة الطلابية بملاعبها الاستادة الرياضي هذا كلته سيكون فيه خضوري إن شاء الله ما أقوله قبل الختام قبل الوداء أن هذه الأماني وهذا الطموح لا يتحقق على أرض الواقع فقط بجهود ذاتية من خضوري وإدارتها نعم وإنما بحاجة أيضا إلى مد شعبي ومجتمعي ووعي بأن خضوري فيو طول كريم هي بترول طول كريم وكانس طول كريم صحيح والمحافظة على هذه الجامعة هو جزء من المحافظة على تطوير العجلة الاقتصادية والثقافية في المحافظة بحاجة إلى وعي تام لدى الطلبة ولدى المرجعيات ولدى جميع الأطر بأن هذه الجامعة هي صرح وطني معلم وطني وفي كل الدول أختم وأقول في كل الدول الجامعة الأولى التي تحمل هوية الدولة هي جامعة الدولة نعم ونأمل أن تكون حضوري أن تكون قادرة على حمل هذه الهوية ونحن على ثقة إن شاء الله أنا ستحافظ على كينونتها وعلى وجودها وعلى لقبها بتأكيد من خلال مثل ما ذكر أستاذ أحمد عمار مساعد رئيس الجامعة للعلاقات العامة والمجتمع الدولة من خلال تعاضض وتكاتف كافة الجهود مع بعضها البعض من أبناء الوطن مرورا إلى العلاقات ربما خارج هذا الوطن لكنها حريصة على إبقاء هذه الجامعة متألقة دائما بتأكيد والرؤية لعام 2030 أو لأعوام أخرى تتطلب العمل والعمل المستمر وأنه تكون الدائرة تكاملية ما بين كافة الأطراف وما تنسوا كذلك أيضا مشاهدين مستمعين الأعزاء غدا تمام الساعة الخامسة في خضوره مثل ما كان إخراج الحفل بصورة لائقة ورائعة من طاقم تلفزيون الفجر الجديد ترقبوا في هدايا وفي هناك أشياء بالجنن لأقو أبو الخريج كما صحيح هذه الكلمات وربما مثل ما بنقول حركات جميلة ستكون جامعة فلسطين التقنية خضوري شاهدة على هذا العمل والمجهود الجماعي الذي دائما أبدا نعتدن عليه في تلفزيون الفجر الجديد وبالتأكيد نذكر أن إن شاء الله فعاليات الجامعة ستنطلق هذا اليوم تمام الساعة التاسعة صحيح أستاذ أحمد وبالتالي نأمل أن تكون هناك مشاركة وربما تغطي أيضا إعلامية من كافة الزملاء الصحفيين والصحفيات إلى هنا كل الشكر للأستاذ أحمد عمار مساعد رئيس الجامعة للعلاقات العامة والمجتمعية شكرا